على مدار 14 فصلا تشريعيا كان ولا يزال السؤال البرلماني أداة نقابية للمشرع أطاح بوزراء وأعاد الثقة بآخرين أوضح حقائقا وأثبت تجاوزات جريدة الدستور بالتعاون مع إدارة التوثيق والمعلومات التابعة لمجلس الأمة أعدت أحصائية عن تاريخ الأسئلة البرلمانية منذ بدء الحياة النيابية في الكويت الدراسة كشفت عن تقديم 22994 سؤال برلمانيا قدمها 300 نائب إلى جميع الوزراء بالإضافة إلى رئيس الوزراء عام 1963 قدم أول سؤال برلماني من قبل النائب خليفة الجري إلى وزير المالية آنذاك سمو الأميد الراحل الشيخ جابر الأحمد تعلق بموضوع مد المياه لمناطق الفنطاس وبحليفة والفحيحيل والشعيبة الفصل التشريعي الثالث عشر كان أكثر الفصول تقديما للأسئلة البرلمانية بـ 3351 سؤالا ستة رؤساء حكومات تلقوا منذ الفصل التشريعي الأول 202 سؤالا برلمانيا أجابوا عن 160 سؤالا بمعدل بلغ نحو 79% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر